استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك سفير الولايات المتحدة لدى بلادنا ستيفن فاغين حيث جرى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة كما تم استعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة والتحديات التي تواجهها على الصعيدين الاقتصادي والتنموي والدعم الأمريكي المقدم لليمن في عدد من المجالات وخاصة ما يتعلق ببناء قدرات المؤسسات الوطنية والعاملين فيها وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة واليمن وجدد رئيس الوزراء إدانة الحكومة لاستمرار الأعمال الوحشية للاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة مشددا على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لوقف حرب الإبادة التي يشنها جنش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني وتطرق رئيس الوزراء إلى تطورات الأوضاع في البحر الأحمر على ضوء استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية للسفينة ربيمار محذرا من كارثة بيئية كبرى مع إعلان خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة عن غرق السفينة بسبب إصرار الميليشيات الحوثية على إغراقها وتقاعس ملاك السفينة عن التعاون مع الحكومة اليمنية مناشدان المجتمع الدولي بالتحرك العملي والعاجل وتشكيل خلية طوارئ دولية لإنقاذ البحر الأحمر ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن غرق السفينة من جانبه استعرض السفير الأمريكي الجهود التي تقوم بها بلاده للتخفيف من التوترات الإقليمية ودعم عملية السلام في اليمن مجددا موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن